دكتور وانت بتنتمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي شفنا منها مسألة دمج الأفكار السياسية المختلفة وشفنا نمازج منها خرجت للحياة السياسية تحمل فكر مختلف بشكل كبير وشفنا شباب زي الورد خارجة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإحنا دايما كنا وخصوصا الشباب شايفين أن الحياة السياسية في مصر معقدة والدخول فيها أمر مش هاين النهاردة وإحنا بنشوف الحوار الوطني هذا الجمع من العقول المختلفة والأفكار المختلفة اللي كان من الصعب أن تشوفهم على طولة حوار واحدة وموجود ممثلين للحكومة إلى أي مدى شايف أنه ده ممكن يفرز لنا جيل جديد بفكر مدمج يحمل العديد من الأفكار اللي ممكن تفيدنا بشكل كبير في المجتمع يعني آخر نقطة حضرتك قلتها هي مرتبطة بأول نقطة حضرتك قلت زي نوصل لجيل جديد يؤمن بهذه الآليات الوطنية والمقاربات اللي بتحدث في الحوار الوطن وغيره بداية لما كنت حضرتك بتسألي على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهي أداة وطنية عظيمة خلال الخمس سنين اللي فاتوا استوعبت كفاءات وقدرات شاب عظيمة للغاية في عدد من المجالات ويبطبعتهم شباب متخصصين سواء سياسة اقتصاد أو حتى مجتمعيا كل الشباب دول كان لديهم إمكانيات حقيقية عشان كده تم ضمهم أو تم يعني اختيارهم في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكانوا موجودين وبالتالي دايما حتى الناس بتقول أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي كانت حوار وطني مصغر قبل ما يطلق الحوار الوطني في هيئاته العامة وصياقه العام على مستوى الدولة المصرية لأنها حتى تعرفها الأساس أنها منصة حوارية وكانت فيها تباين واختلافات في الأراء يعني عندنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار شباب موجودين داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هم اللي كانوا موجودين حتى فيها الحوار الوطني وشفنا كثير من اللقاءات والكلمات اللي هم بيقولوها في عدد من اللجان كانوا بيطرحوا رؤيتهم بشكل حقيقي للغاية طيب التجربة دي موجودة قدام الشباب وأيضا لدينا تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب واللي تابع الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب نمازج أيضا رائعة ولديها إمكانيات حقيقية وموجودين في عدد من المناصب القادية والتنفيذية أمام التجربتين دول بنقول بقى نروح بيهم للشباب نقول لهم طب هل أنت قدامك تجربتين عظمتين الدولة الدولة بتدعم هذه الأدوات الوطنية بشكل حقيقي ومنطقي وموجودين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكافة المحافظات في مناصب متنوعة وكمان الوزارات قدامك هذه النمازج إحنا دورنا بقى يعني مفروض شوية أن نرفض الأكلاشيات نرفض الأمور اللي بتحاول تهبط من عزيمة الشباب إحنا لما كانت ونتذكر يعني ننظر للجاب المهم بالضبط المهم جدا أن أنت تسعى مع الدولة المصرية أن أنت تصل لهذه التجربة وهذه المشاريع عشان تكون موجود في أسياق العام اللي بيدعم فكرتك وأقول لحضرتك حاجة الحوار الوطني لما بدأ كان حوالي 17 لجنة الأمانة الفنية ومجلسهم نفكر طب إحنا الشباب ما نخلهمش لجنة فتم فيه إعزاعة أو استحداث لجنة للشباب ولجنة للسياحة فهنا حتى أن مجلس الأمور نفكر وقتها أننا عندنا لجنة كمان للشباب عشان نستوعب أفكارهم حاجةهم وعايزة أقول لحضرتك أن كل المقترحات اللي وصلانا من الشباب من كل محافظات الجمهورية بتؤكد على أن الشباب المصري لدينا شباب لديه قيم حقيقية شباب مؤمن بالمضمون بمعنى أنه حتى لو شاف أمور أو سياقات غير سليمة لا هو مؤمن أن المضمون الحقيقي هيصل لدي وعي حقيقي بالتخصصية لدي وعي حقيقي بالأداء الوطنية الموجودة والأدوات الوطنية الموجودة في الدولة المصرية ويسعى للاشتراك من خلالها في تنفيذ رؤيته وأظن أن لجنة الشباب في انطلاقها يوم 8 يونو بإذن الله في أول اجتماع لها هتحقق كثير من هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر